الرؤية بدأت حين سمعت الصيحة عبرت من معركة إلى أخرى بكل أنواع التدريبات العسكرية للإنسان المحارب حاربت داخل الخيمة الصغيرة لشزدك لكنها بدت لك ساحة ضيقة فاختنقت ثم انسكبت لكي تعطنق منها عسكرت عند سلالتك امتلأت أياد وقلوبا صعت مع دمك إلى الأسلاف ذوي الرهبة وتحركت مع الموت والأحياء ومع الذين لم يولدوا بعد لكي تحارب وفي إحدى المرات تحركت كل الأجناس معك انتظم الجيش الإنساني خلفك واستخبت كل الأرض وكأنها معسكر وهكذا صعت وعلى القمة الشاهقة تفرع كل مخطط المعركة إلى تلافيف عقلك وامتزجت كل النزاعات العسكرية داخل معسكر قلبك الغامض وفي الخلف انتظمت الحيوانات والنباتات مثل خيوط الإمدادات لجيوش الإنسان الأمامية المتصارعة والآن ها هي الأرض كلها تتشبث بك وتصير جسداً لك وتصيح وسط الهاوية كيف أحاصر هذه الرؤية الرهيبة بالكلمات أنحني على الهاوية وأرهف السمع يتقدم أحدهم وهو يلهب على الطريق الصاعد الخطير والغامض يبدل جهده يكافح بإصرار ليصعد لكنه يصطدم بالعوائق في طريق تقدمه أحدهم يهبط مسرعاً على طريق سري منحدر ومعبد يختلط النفس بالطيار الغليظ الهابط إلى أسفل ويسير سيراً حلزونياً وفي لحظة تمتد لأكثر ما تتحمله أي حياة تتوازن الرغبتان المتعاكستان هكذا تولد الأجساد هكذا يخلق العالم وتتوازن القوتان المتصارعتان داخل الأحياء وذات لحظة يلتف بالواحد الذي يصعد جسد محبوب جسده هو فيعيقه في حركة صعوده لكنه ينعاطق سريعاً ينعاطق بالعشق وبالموت ثم يواصل المسيرة يطئ النباتات ويعطيها شكلاً ويعبئوها يعسكر بكامل عتاده ماذا يعني بكامل عتاده؟ يعني أنه مزود بالأشواق وبالقوة التي تمكنانه من الانعطاق يحاول الوقوف على قدميه يتنفس بجهد لكنه يشعر بالاختناق يترك على النبات ما يستطيع تركه من الثقل والتوجس والسكون يتخفف ويقفز بكامل هيئته مرة أخرى أبعد وأعلى مما كان خالقاً الحيوانات ثم يعسكر بكامل هيئته في كليتيها بكامل هيئته هنا تعني مرة أخرى مزود بالأشواق والقوة التي تمكنانه من الانعطاق إن الأجساد تتنفس تستطعم قواها وتستجمعها وفي كل لحظة عشق تتحطم تستهلك كل شيء وتستفرغ لكي تترك روحها لابنها أي روح؟ روح الاندفاع إلى أعلى تتطهر بين أجساد الحيوانات ببطء وشدة ثم تترك عليها قدر ما تستطيع من المعاناة والضعف والظلام تنهض مرة أخرى وهي أخف مما كانت عليه ثم تقفز محاولة الانعطاق إن هذه الاندفاع نحو الحرية تخلق ببطء وعبر الجهاد مع المادة رأس الإنسان والآن نحس به ونحن مرتعبين يجاهد مرة أخرى لكي يتعدانا ويقضفنا خلفه مع النباتات والحيوانات ليقفز بعيداً لقد أتت اللحظة وسط مشاعر الفرح والحرق الهائلين لننضم نحن أيضاً نحن الطلائع إلى قوى الاحتياطي والإمدادات خلف طيار جسدي وعقلي وخلف طيار سلالتي والبشر أجمعين وخلف طيار الحيوانات والنباتات أرى وانا أرتجف ذلك اللامرئي يطئ كل المرئيات ويصعد وتحت وطأة قدمه الثقيلة أسمع كل الأحياء وهي تتحطم وجهه عابس وجهه صامت ومظلم بعيد عن الفرح والحزن بعيد عن الأمل أرتجف هل أنت إلهي جسدك مليء بالذاكرة كمن قضى سنوات عديدة في السجن إنك تسين يديك وصدرك بأشجار غريبة وبوحوش يكسوها الشعر وبمغامرات دامية وصرخات أيها السيد أيها السيد إنك ترسل أصواتاً كالحيوان قدمك مدرجتان بالدماء والطين وفكاك الثقيلتان تهرسان كحجر الطاحون تمسك بالأشجار والحيوانات تطأ الإنسان وتصيح تصعد المنحدر اللانهائي المظلم للموت وأنت ترتجف إلى أين تذهب يتزايد الألم ويتزايد النور والظلام تبكي تمسك بما هو فوقي تستطعم دمي تتشجع وتركل قلبي أحملك في صدري أخاف منك وأعطف عليك كأننا وارينا شخصاً ماء الترابة بعد أن تيقن من موته لكن الآن نسمعه وهو ينادي النجدة ثم يرفع حجارة القبر بمعاناة تفوق طاقة أجسادنا وأرواحنا منتصباً نحو آفاق أكثر علواً متنفساً بحرية إن حجارة القبر الثقيلة التي يرفعها تشمل كل قول وكل فعل وكل فكرة إن جسدي وكل العالم الذي أتأمله بسمائه وأرضه هي الأخرى حجارة القبر والإله يجاهد كي يرفعها تصيح الأشجار والحيوانات والنجوم إننا نضيع يدان كبيرتان ترفعهما كل المخلوقات نحو السماء طلباً للنجدة يبدو الإله بركبتين معقودتين تحت ذقنه ويدين مبسوطتين نحو الضوء وقدمين ملتصقتين بظهره وكأنه لفة خيط تتسلل إلى كل أعضاء الجسد حين أفتح ثمرة أعرف أن البذرة تتعرى في داخلي مثلها وحين أتحدث مع البشر أميز شيئاً كهذا يحدث داخل عتمة عقولهم الداكنة يجاهد الإله بكل شيء بأيد مشدود نحو الضوء أي ضوء؟ خارج وفوق كل شيء ليس الألم وحده هو جوهر إلهنا ولا الأمل في حياة مستقبلية أو في حياتنا الأرضية هذه ولا الفرح أو الانتصار إن أي ديانة ترفع من قدر وجه واحد من هذه الوجوه الأساسية للإله عن طريق العبادة تضيق من سعة قلبنا وعقلنا إن جوهر إلهنا هو الكفاح الذي ينبسط ويعمل فيه بلا انقطاع الألم والفرح والأمل إن عملية الصعود والمعركة ضد الطيار المعاكس يولدان الألم لكن الألم ليس سلطانا مطلقا فكل انتصار وكل توازن مؤقت على طريق الصعود يملأ بالفرح كل المخلوقات التي تتنفس وتستطعم وتعشق وتنجب لكن الأمل ينبعث على الدوام من أعماق الفرح والألم فنعتنق من الألم ونوسع رقعة الفرح ويبدأ الصعود الأليم من جديد ويولد الفرح من جديد ويقفز مرة أخرى أمل جديد فالدورة لا تنغلق أبدا إذ هي ليست مجرد دورة وإنما دائرة حلازونية متصاعدة أبدا توسع وتبسط وتطوي كفاحها الثلاثي الأبعاد الذي يحتوي الألم والفرح والأمل ما هو هدف هذا الكفاح؟ يتساءل العقل البشري المسكين والمصلحي المرة تلو الأخرى ناسياً أن النفس العظيم لا يعمل ضمن زمان ومكان إنسانيين كما لا يعمل ضمن سببية إنسانية إن النفس العظيم أكبر من الأسئلة البشرية وله اندفاعات كونية هائلة يتصورها عقلنا الضئيل تناقضات لكنها تتآخى داخل جوهر الألوهية وتحارب مجتمعة كرفاق سلاح أو فيها يتوزع النفس الأساسي في كل الاتجاهات يندفع ويحارب يفشل وينجح وهو يمارس نشاطه إنه عجلة الريح ما هي تلك الاندفاعة من كل اندفاعات الآلهة التي يستطيع الإنسان أن يدركها؟ إنها الاندفاعة التالية وحدها أن نميز خطاً أحمر على الأرض أن نميز خطاً أحمر ودموياً يتصاعد من المادة إلى النباتات ومن النباتات إلى الحيوانات ومن الحيوانات إلى البشر إن الإيقاع الممتد من دون انقطاع من قبل ظهور الإنسان على سطح هذه الأرض هو المسيرة الوحيدة للامرئي أما النباتات والحيوانات والبشر فهي عتبات السلم التي يخلقها الإله ليطأها خلال صعوده الطريق الصاعد شاق ورهيب ولا نهائي وفي هذه الهجمة سينتصر الإله هل سينتصر؟ هل يوجد نصر؟ هل توجد هزيمة؟ إن التلف سيصيب جسدنا وسيعود إلى التراب لكن ما الذي سيقول إليه ذلك الذي يتعداه؟ كل هذه المخاوف تتراجع لأن كافة الآمال وحالات اليأس تختفي في دوامة الإله اللولبية الشرية إن الإله يضحك ويرثي ويقتل ويشعل فينا النار ثم يتركنا في منتصف الطريق نحو الاحتراق وهكذا يتملكني الفرح وأنا أشعر ببداية العالم ونهايته تخترقان صدغي بلمح البصر في لحظة كلمح البرق أتأمل بذر وإنبات وإزهار وإثمار وإندثار فكل شجرة وحيوان وإنسان ونجم وإله إن الأرض بأكملها بذرة زرعت في تجاويف عقلي وكل السنوات التي لا تحصى والتي قضتها تكافح داخل رحم المادة المظلم لكي تتفتح وتثمر تعبرها في رأسي متفجرة كوهج برقي عابر آهن لو نلحظ هذا البرق ونمسك به للحظة ثم ننظمه في قول إنساني فلنعضت تلك اللحظة التي يكمن فيها كل شيء يكمن فيها ما مضى وما سيأتي قبل أن تضيع الدوامة العشقية للغة وتغدو تعبيرا سكونيا كل كلمة تشبه قارب نجاة نرقص حولها مسكونين بالقشعريرة ونحن ندرك أن الإله هو ذلك المقيم الرهيب بداخلها مهما تعيش النشوة فإنك لن تستطيع أن تحولها إلى قول ولكن رغم ذلك عليك أن تناضل لكي تحولها إلى قول حارب بالأساطير وبالأمثال وبالاستعارات حارب بالكلمات الشائعة وبالكلمات النادرة بالصيحات وبالقواف لكي تمنح النشوة لحما ودما وتجسدها إن الإله يفعل ذلك هو النشواني الأعظم الذي يتكلم يكافح كي يتكلم ببحار ونيران بأجنحة وألوان بأظافر وقرون كي يستطيع القبض على نشوته وأنا أيضا كغير من المخلوقات الحية أجد نفسي في مركز الدوامة الكونية أنا عين الأنهار الشاسعة وكل ما حولي يرقص ثم تضيق الدورة فجأة فتتضفق السماوات والأرض باندفاع شديد في أعماق قلبي الحمراء يتبينني الإله برهبة ومحبة فليس له أمل غيره ثم يقول ذلك النشواني الذي يلد كل شيء ويفرح بكل شيء ويمح كل شيء هو ابني اشتركوا في القناة